اشتركوا في القناة بداية اتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس قيس صعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة التيكاد وانقل لحضراتكم تحيات اخيكم فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي ودعم نصر الكامل للخطوات الاصلاحية التي تقودونها وخالص التمنيات لتونس شقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح كما اتوجه بالشكر بدولة اليابان ودرئيس الوزراء كشيدة على ما اطلعت به من جهد لانجاح تلك المنصة القرية الهامة التي دشنها الشريك الياباني عام 1993 تحت شعار الملكية والشراكة تأكيدا لاحقية القارة الافريقية في ملكيتها لمطاراتها التنموية ولا ننسى في هذا المحفل تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شنزو ابي الذي اسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها الى افاق ارحب تلبية لتطلعات الجانبين السادة الحضور اتحدث اليكم اليوم في ظل ظروف استثنائية فرضتها علينا التحديات الدولية الراهنة ولا يخف على احد ان وقع تلك التحديات اشد وطأة واكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الافريقية وفي هذا السادة اود التنويه الى عدد من التحديات الاقتصادية على قراطنا الافريقية التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتغلب عليها اولا اهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الامداد لدول القارة بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الاسعار سعيا للوصول الى مرحلة الاجتفاء الزاتي بين دول القارة الاعتبار التأثير المباشر للأسبة الغذائية على اوضاع السلم والامن في افريقيا وهو الامر الذي يستدعي دعم الدول الافريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاد يأتيها في هذا الصدد ثانيا الحاجة لإيلاء يولوية خاصة لتخفيف اعباء الديون عن كاهل دول القارة خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية ومن هنا تبرز اهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويأتي ذلك استمرارا لخطة عمل يوكوهامة التي دشنها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع اخيه الراحل شنزو ابي ثالثا ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القرية باعتبارها حجر الزاوية في الوصول الى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الافريقية سعيا لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد المتاحة رابعا تبرز قضية تغير المناخ باعتبارها من القضايا الحيوية الهمة التي تتطلب تكاتفا دوليا ومن هذا المطلق تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر الكوب 27 على اعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لسالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الاثار وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الافريقية في هذا الصدد ونتطلع الى استضافة جميع السادة الرؤساء في هذا المحفل الدولية الهام واشكر سيادتكم لحسن الاستماع شكرا لكم على هذه المداخلة وعلى هذه التصورات التي توليتم تقدمها وعلى المبادرات التي قام بها فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي فتحية لكم وتحية لفخامة الرئيس وتحية للشعب المصري ولا ننسى الدور الكبير الذي قامت به مصر في انشاء فكرة الوحدة الافريقية وفي تصور عمل هذا المنتظم على السعيد الافريقي ترجمة نانسي قنقر